إبليس والمسيح الدجال هم بنات الأهرامات المصرية العلاقة بين الدجال وإبليس ومصر من المعلوم أن مصر تتوسط العالم ولها مكانة كبرى قديمة تجعل شياطين الإنس من العمل على جعلها في نزاعات مستمرة وأدى ذلك إلى استعمارها واحتلالها مئات بل أولوف السنين فمصر هي كنانة الله في الأرض وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بها خيرا وقد تشرفت مصر وأهلها بأن يكون أصهر الرسول الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام وقد أوصى الرسول بأهلها وقال اتخذوا منهم جندا كثيفا فهم في رباط إلى يوم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخي شرفت مصر بمرور أو وجود الأنبياء الكرام بها مثل سيدنا إدريس وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وأهله وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى على أرض سيناء ومن ذلك نجد أن مصر قد كرمت تكريما لا مثيل له وإبليس وقرينه الدجال يعلمان مكانة مصر الحقيقية ومن باب الندية والمضاهات أراد الشيطان إبليس أن يكون بلده الحرام هي مصر لتلك المكانة العظيمة ومنها ينطلق ويسيطر على العالم وقد ورد في فضل مصر من الآيات الشريفة والأحاديث النبوية قال الكندي وغيره من المؤرخين فمن فضائل مصر أن الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعا منها ما هو بصريح اللفظ ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير فأما صريح اللفظ فمنه قوله تعالى يخبر عن فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ومنه قوله عز وجل مخبرا عن نبيه يوسف عليه السلام فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقوله وقال الذي اشتراه من مصر وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وقوله أيضا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقوله تعالى ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقوله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني أرض مصر وقوله تعالى مخبرا عن نبيه يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وقوله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا وقوله تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام قال عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وقوله تعالى أو أن يظهر في الأرض الفسادة يعني مصر وقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقوله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا أما ما ورد في حقها من الأحاديث النبوية فقد روى عن رسول الله أنه قال ستفتح عليكم بعد مصر فاستوسو بقبطها خيرا فإن لهم ذمة والقبط هم المصريون لأنهم من نسل قبط بني مصراييم بن سامن بن نوح عليه السلام ومصره الدولة الوحيدة في العالم التي ذكرت في القرآن وكان ذكرها أربع مرات مرتين في يوسف ومرة في الزخرف ومرة في يونس كما ذكرت مصر في الكتب السماوية وهذا يدل على أن مصر خالدة إلى يوم الدين كما عظمها الله في كتابه وخصها بما لم يخص به غيرها من دول العالم أجمع ولهذا اختارها المسيح الدجال وسيده إبليس لتكون مقرا لمؤامراتهم على العالم منذ القدم ولهذا قاموا ببناء الأهرام على أرضها من الذين اشتركوا في بناء الأهرام وكيفية بنائها من خلال كتابات المؤرخين القدماء نجد أن العماليق وكانوا ذوي أجساد ضخمة وأعمار طويلة وكانت الأرض ملآبهم وقد عصرهم نوح عليه السلام قبل الطوفان ومكث فيهم تسعمائة وخمسون سنة يدعوهم إلى عبادة الله فلم يستجب إلا قلة قليلة هؤلاء العماليق قد كانوا سكان الأرض قبل الطوفان هم بنات الهرام الأكبر وكان سبب بنائه هو خوفهم من الطوفان ولكن لم يغني عنهم شيئا فغرقوا في الطوفان روى تقي الدين المقريزي المؤرخ العربي القديم عن عبدالله بن شبرومة الجرهمي قال لما نزلت العماليق من قوم نوح عليه السلام أرض مصر بنت بها الأهرام واتخذت لها المصانع وبنيت فيها العجائب ولم تزل بمصر حتى جاء الطوفان فما أغنى ذلك عنهم شيئا ومن المعلوم أن نوح عليه السلام وقومه كانوا يسكنون أرض بلاد الرافدين في العراق ولكن العماليق كانوا أهل زمانهم أي أن الإنسان في هذا الزمن كان من العماليق لضخامة جسمه وقد سكنوا الأرض كلها ففي عام 1970 تم اكتشاف هيكل عظمي لإنسان طوله 15 مترا على عمق 4.5 متر في الطين خلف مدرجات الصوت والضوء التي بنيت لاحقا في معبد الكرنك بمدينة الأقصري وكان الناس على زمان نوح عليه السلام يبلغ طولهم نحو 25 مترا ثم تضائل الطول بمرور الزمن وكان طول آدم نحو 60 ذراعا أي حوالي 30 مترا والفراعنة من سلالة العماليق ولكنهم جاءوا بعد الطوفان حيث استقر طول الإنسان العادي على ما هو عليه الآن مع وجود أقزام استثناءات قليلة من البشر طوال القامة وكذلك أقزام والعماليق الذين بنوا الأهرام هم كفرة قوم نوح عليه السلام أتباع المسيح الدجال في ذلك الزمان وقد استخدم بان الأهرام لإتمام البناء بناء على الوحي الشيطاني وأمره كفرة شياطين الجن وشياطين الإنس المعاصرون لقوم نوح عليه السلام وجاءت أحجار الهرام من أصوان جنوب مصر وهي أحجار الجرانت ولا شك أن قدرة مردة شياطين الجن أتباع الدجال لهم قدرات عالية في حمل الأشياء الثقيلة والإتيان بها من بلد إلى آخر كما جاء في قصة ملكة سبأ وسيدنا سليمان عليه السلام في قوله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين والجن كانت تعمل بأمر الله لسليمان عليه السلام التماثيل والمحاريب وغيرها ولسليمان الريح غدوفها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور قال المسعودي المؤرخ العربي القديم في كتابه أخبار الزماني كان الحجر يوضع فوق أوراق من البردي عليه نقوش سحرية فإذا طرق على الكتلة الحجرية انتقلت وحدها مسافة طلقة سهم 150 ذراعاً هرمياً وهكذا ينتقل الحجر على مراحل حتى يصل إلى موقع الهرم الأكبر وكانت لهم طرق سحرية مماثلة ترفع بواسطتها الأحجار الضخمة إلى الارتفاعات العالية لتمثل المكان المعد لها في هيكل بناء الهرم الأكبر ولا يظهر أي خدش أو أثر لآلات أو روافع على أسطحها أو أحرفها وقد أكد العالم المصري الدكتور سيد كريم على عدم وجود أي أثر لحبال الشد أو الجرارات على أسطح أو أحرف الأحجار الملسائي النحت والجيرية أو الرملية الهشة منها وقال المقريزي في خططه أكانت لهم صحائف وعليها كتابة إذا قطع حجر وتم إحكامه وضعوا عليه تلك الصحائف وضربوه فيبعد بتلك الضربة قدر مئة سهم ثم يعاودون ذلك حتى يصل الحجر إلى موضعه بالهرم الأكبر ويروي أحد المؤرخين العربي في هذا الصدد أن بنات الأهرام لديهم قدرات غريبة على رفع الأحجار والمعادن وتركها معلقة في الهواء ولقد رأيت ذلك بنفس عشرات المرات ولم أفهم ولم يشأ واحد منهم أن يشرح لذلك وأضاف وقد أيده بعض المؤرخين العربي في قوله كان لبنات الأهرام طريقة فريدة في بناء الهرم الأكبر لقد كانوا يأتون بأوراق البردي ويكتبون عليها عبارات سحرية وكانت هذه العبارات تجعل الأحجار تطير في الهواء ثم تستقر في مكانها برفق وأن الكتلة الحجرية التي بني منها الهرم الأكبر قد تطايرت وارتفعت برفق وهبطت والتسقت في موضعها بالهرم الأكبر في جريدة الشرق الأوسط الإلكترونية يوم الأحد الرابع عشر من ربيع الأول ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون أول أبريل ألفان وسبعة العدد عشرة آلاف وثلاثمائة وواحد وخمسون جاء الخبر التالي أعلن مهندس فرنسي أول من أمس أنه توصل لحل اللغز الذي أحاط بالهرم الأكبر في مصر طوال أربعة آلاف وخمسمائة عام قائلاً إن الهرم بني من الداخل إلى الخارج وكانت نظريات سابقة قد اقترحت أن يكون الهرم قد بني إما باستخدام ممر خارجي منحدر أو منحدر لولبي حول الطبقة الخارجية لنقل الحجارة لكن جان بير هودين قال إن التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد المتقدمة أظهرت أن المنحدر الأساسي الذي استخدم لسحب الحجارة إلى القمة كان يقع خلف الطبقة الخارجية بمسافة تتراوح بين عشر أمتار وخمسة عشر متراً وقال هودين بعد الكشف عن فرضيته في احتفال ضخم مستخدماً جهاز محاكاة ثلاثية الأبعاد هذه أفضل من النظريات الأخرى لأنها النظرية الوحيدة الصالحة ولإثبات نظريته اشترك هودين مع شركة داسو الفرنسية التي تبني نمادج ثلاثية الأبعاد لتصميمات السيارات والطائرات والتي ساهمت بأربعة عشر مهندساً عملوا لمدة عامين على المشروع ويجري الآن تشكيل فريق دولي لفحص الهرم باستخدام أجهزة رادار وكاميرات رصد حرارية قدمتها مؤسسة دفاعية فرنسية إذا وافقت السلطات المصرية وقال بوب بيرير وهو عالم مصريات خلال الاحتفال هذه النظرية تتعارض مع النظريتين الأساسيتين القائمتين أنا أدرس هاتين النظريتين بنفسي منذ عشرون عاماً لكني في أعماقي أعرف أنهما خاطئتاني وأضاف بيرير وهو باحث كبير في جامعة لونغ أيلاند رؤيته دين لها مصداقية لكنها الآن مجرد نظرية الكل يعتقد أنه ينبغي أخذها مأخذ الجدي وحكم الملك خوف مصر حوالي ثلاثة وعشرون عاماً من عام الفان وخمسمائة وأربعة وسبعون حتى الفان وخمسمائة وخمسون قبل الميلاد خلال عصر الأسرة الرابعة في الدولة القديمة وهو صاحب هرم الجيز الأكبر والذي يعد أول عجائب الدنيا السبع والوحيد المكتمل من عجائب العالم القديم والتي لا تزال قائمة حتى الآن ومن جهته قال الدكتور زاهي حواس الأمين العام لهيئة الآثار المصرية في اتصال هاتفي أجرته معه الشرق الأوسط إن هناك خمسة آلاف نظرية حتى الآن عن بناء هرم خوف شارك في صياغتها علماء آثار وهوة ومهوسون بحب الآثار المصرية مضيفاً أن كل واحد من حقه أن يقول ما يبدو له والهرم الأكبر ليس حكراً على أحد وقال إن المهندس الفرنسية هودين دعاني لحضور حفل تدشين نظريته الجديدة ولكني لم أحضر مشيراً إلى إن المجموعة الفرنسية قدمت طلباً للتنقيب داخل الهرم الأكبر ولكن هيئة الآثار المصرية رفضت الطلب لأن الهرم الأكبر غير مرخص للأجانب بالعمل فيه خوفاً من إحداث خروم وثقوب بداخله وتطرق إلى ظهور نظريات سابقة من قبل باستخدام آلات ومعدات إلكترونية على أعلى مستوى ولكن لم تثبت صحتها وأوضح أن من الثابت ظهور بعض الأدلة الأكيدة من المحاجر المحيطة بمنطقة الأهرامات كذلك الطريق الصاعد الذي ننقلت عليه الأحجار وما ظهر حتى الآن ليس سوى تكهنات وتخمينات غير قائمة على أدلة علمية دامغة إلا أن الدكتور حواس رحب بأي أبحاث جديدة تكشف أسرار بناء الأهرامات ومن جهتها قالت شركة داسو إن المهندس بيرير وعلماء مصريات آخرين حضروا الاحتفال من المؤيدين لنظرية هودين لكن لا توجد له صلاة مالية معهم أو مع الشركة انتهينا من الجزء الثاني من هذه السلسلة انتظرونا غدا إن شاء الله في نفس الموعد مع الجزء الثالث بعنوان الهرم الأكبر بيت الطاغوت المحرم والهدف الشيطاني من وراء بناء الأهرامات لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو حتى يصل لكل الناس انتظرونا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة